استكمال الجزء الثاني من المحاضرة الثانية أريد نتفرج شوي على المانيول نباوى هذا المانيول Steel Constructions يدي زيادة لكيه يوم الاثنين السابق من هذا الأسبوع بصيغة الPDF نباوى هنا هذا المانيول باعتماد على American Institute of Steel Constructions وهذا هنا الحروف المحاضرة الأولى أحنا قلنا هذا A capital والI والS والC هذا المختصر جاي من American Institute of Steel Constructions أول حرف من أول كلمة من الكلمات نباوى هنا American هنا A capital الانستيتيوت يعني المعهد هنا A capital والS Steel والC هنا مثل Constructions طبعا هذا طبعا الثالثة عشر نباوى هنا شوي خلنتفرج على المانيول هاي هنا مقدمة للمو المانيول يعني كاتبها الباحثين والمشاركين في هذا المانيول نبدي هنا مثلا part 1 part 1 بأشوف هنا واحد واحد يعني الصفحة الأولى من البارت الأول الأول رقم يعني هو رقم البارت والرقم الثاني يعني الصفحة من البارت فإذا هنا البارت واحد هنا مكتوب واحد على الجهة اليسرى ورقم الصفحة بي البارت هو رقم واحد هنا كاتب لي موضوع البارت واحد dimension and properties وهنا هكاتب لي كل الصفحات اللي تخص البارت الأول اللي هو W section عندي channel عندي structural T اللي هو WT MT والST عندي Hello structural section اللي هو مطني بالرمز HSS والangle والpipe plate product وكل تصنيفات ه وحيس هنشوف ها إن شاء الله تكون عندك بشكل بسيط وواضح نانا structure product اللي هو حشاعة W والM والS والHP shape طبعا ها كل المقاطع ها المقاطع standard لأنه احنا صنيفناها قلنا عندي بالحرارة وعندي بالبرودة ممكن أنه صنيع الأشكال هذا هنا بما أنه standard يعني عندي hot rolled section يعني صنيعت بتأثير الحرارة والchannel والangle نانفد مقدمات بسيطة نكاتب عليها المانوال في هذا الجزء نبدي مباشرة بالجداول هنا الجداول نبلش بها عندي أول صفحة 11 يعني الصفحة 10 من الصفحة الأول بدأ بال W shape طبعا هنا أول هذه الصفحة نجل نجل هنا احنا sticker ونكتب عليها W shape عم من يجي نمتحان احنا مباشرة لون نتصفح بالمنوال أبدي أدور بشكل عشوائي لازم أصنف هاي الصفحة واكتب عليها W shape اللي هي صفحة 11 امباوة على هذا الصفحة هنا مطيني W 44 في 335 بدأ الوزن هنا يتغير الرقم الأول ثابت والرقم الثاني بدأ يتغير عندي وراها W 44 صار عندي W 40 أيضا ثبت والوزن بدأ عندي يتغير أو الرقم الثاني بدأ يتغير وراها بدأ يتنازل أيضا W 40 في 392 بس عندي هنا مواصفات أخرى لل W section نباوة نرجع الرقم الأول هو يمثل ل depth زائد أو ناقص يعني عندي منطيني 44 ممكن أكبر من 44 بشوية ممكن أزغل من 44 بشوية الرقم الثاني يعني الوزن مثلا قالك بالسؤال عندي W 44 في 335 335 نستخرج من عند ال area نستخرج من عند depth T web thickness small web وعندي هنا فلانج الفلانج العليا الفلانج السفلة نامط نقدر نطلع T كل مواصفات نقدر نطلع مثل ما تعلمنا الرقم الأول هو يمثل depth اللي هو زائد أو ناقص يعني ممكن شوية أكبر من عند ممكن أظهر من عند الرقم الثاني 335 اللي هو مثلي الوزن الوزن وين حشوفه بالصفحة اللي تليها 335 اللي هو كاتب علي 335 وأيضا مواصفات المقطع W 44 في 335 حنشوفها بهذا السطر اللي هو B فلانج على 2 T فلانج 4.5 H T Web 38 و هكذا من ال dimension لهذا المقطع و ال properties أوكي مباوة هنانا الرقم المثلا عندي W 44 في 230 شوف هذا المقطع عندي W 44 في 230 ال Depth احنا قلنا الرقم الاول يمثلي ال Depth يعني معناته هو قريب على 44 أو يساوي 44 مباوة Depth مطنيات 42.9 يعني هنانا 43 أوكي اتباع الرقم القريب حاليا مكتوب هنانا 42 و كاتب لي فوق 7 على 8 يعني هنانا مطنيات بصيغة بصيغة العشرية بالكسرية يعني هنانا 7 على 8 نقسم 7 على 8 يساوي 0.875 اجمع حويل 42 مع 2 اطلاء 42 0.875 وهنانا مطنيات 42 0.9 اني للسهولة دائما استخدم الارقام العشرية ما استخدم اللي تكون عندي ارقام تكون عندي ارقام كسرية من نانا مثلا عندي 40.6 نانا المقطع اللي اسمه W40 في 372 نانا هاخذ 40.6 ما اخذ 45 على 8 40 و 5 بعد شوان دا اقول ها 40 و 5 على 8 يعني هنانا 5 على 8 اجي اقسم هيطلع لي 0.6 2 5 اجمع ويا الاربعين يعني النادج عندي 40 0.6 2 5 اخذ القيمة العشرية يعني ما اجي اقسم اجمع ويا الرقم الكبير لا مباشرة اجي اخذ هذا الرقم العشرية مثل ما قلنا عندي هذا الجدول عندي تبعات ستشوف مباشرة يعني هذا 335 اللي هو معناته دي يطيك مؤشر هنا تكملة للصفحة مالتي او تكملة للجدول هذا هو W44 335 انتبه عليها نجي نمشي ناخذ غير جدول جدول الوراء بدأ W36 800 بنفس الخطة اللي احنا اتفقنا عليها نقدر نطلع كل الموجودة نخلي مصطرة لا تختلط عندي الارقام وباع الرقم الجو او الرقم الفوق لا اخلي مصطرة وطلع الارقام المحددة لهذا السكشن 800 معنا وين ستشوف هباوة احنا هاي هنان هباوة الـ 800 زين W33 في 118 قلنا الرقم الاول يمثلي هو depth والرقم الثاني يمثلي الوزن 118 هنا يعني بنهاية الصفحة نشوف هنا 118 يعني هذا الجدول هو تبق لهذا الجدول الجدول السابق الوراء نكمل هنا W30 فيه 391 هنا بدأ يتنازل صار W30 W27 الى آخره هذا ما يخص عندي W section نجي هنا يعني مثل ما قلنا هنا W section وين بدأ عندي صفحة 11 الصفحة 10 من البرت الاول اللي هو هذا الصفحة فاني ش هسوي هخلي استكر عليها واكتب عليها W W section اي صيغة انت تحبذ W shape W بس W خلي استكر ملون على هذي الصفحة تضطي اشارة نفسك من تجي تدور عندك سؤال تقول ياابا هنا بدأ عندي W shape نجي على ننزلي شوية بالصفحات نباو لي جو هنا هاي صفحة 21 21 28 بدأ عندي مقطع جديد اللي هو M shape M shape ايضا هنا الرقم الاول يمثلي الديبث الرقم الثاني ايضا يمثلي الوزن نباو هنا مطيني الرقم الاول 12 نص نباو هنا الديبث مطيني 12 نص مطيني هنا بالصيغة الكسرية قلنا للسهولة دائما استخدم الصيغة تكون عندي العشرية يعني هنا بالفارزة ما استخدم يكون عندي كسر هذا نباو عليها شوف هنا هذا M shape مثلا على سبيل المثال مطيني M ثلاثة في 2.9 هنا نباو هنا الديبث مطيني هنا قيمته هذا الديبث ثلاثة ومباو بالشكل أيضا مطيني هذا بهذا الصيغة هو حرف D small ومطيني الـ 2.9 اشتقني لتعني هنا الوزن مباو علي هذا الوزن اللي هو nominal weight يعني هذا الجدول تبع لهذا الجدول هكذا نكمل M نبدي وراها الـ S اللي هو صفحة 31 أيضا اخلي استكر واكتب عليه S حسب السؤال اللي يجيني سؤال قل لك عن الـ S رأس مباشرة مباشرة الحروح على هذه الصفحة أيضا الرقم الأول مثلي عندي هنا الديبث والرقم الثاني مثلي الوزن الديبث هنا 24 نص يعني هنا الديبث مطيني الرقم هذا زائد أو ناقص في 121 اللي هو يمثل الوزن وانباوع عليه 121 بالصفحة اللي تليه وهكذا هذا عندي قيمة هنا الـ S وراها يجي HB بدأ بصفحة 1 32 أيضا اخلي استكر وحاول أبدل بألوان الاستكر يعني مثلا الـ W شاب خليل لون أحمر الـ M خليل أخضر وهكذا المهم ألوان مختلفة بمواقع مختلفة على مودي الصير عندي يعني مثلا خلي واحد هنا بالجهة اليمنى العليا اللي فو كلش وراها من يجي على المقطع الوراء أخلي شوية مسافة يعني جو عنه على مودي يبين عندي الاستكر نفس الحالة الـ HB هنا 14 في 117 الرقم الأول نرجع نقول هو الـ Dib عندي والرقم الثاني اللي هو الوزن شوف هذا كلها انت مسؤول عليها بالتصنيف نانا تشنل هذا انت كلها مفوضة الـ Part الأول كلها سوي عندك كواجب انه سوي لتصنيف الي حسب المقاطع مالته نانا ايضا تشنل كلها مطيكية شوف اول تشنل هو اعلى شي عندي من ناحية الـ Dib من ناحية الوزن ممكن شوف انه الـ Dib 15 وراها الـ Dib عندي 12 10 8 5 وإلى آخر يعني اول مقاطع تكون الـ Dib ما تكون عندي عالي وراها MC اللي هو ايضا يشبه للشنل بس به مواصفات اخرى و Dimension و Dimension آخر فهنا سمع ليها ماسكال channel اللي هو رمز MC هو يشبه للشنل يعني حرف الـ C نفس الحالة ايضا رقم الاول والرقم الثاني وهذه كل ها المفروض انت مسؤول عليها تجي تصنف الـ Part الاول بكل مقاطع هذا هنا عندي الـ Angle شوف Table 17 بدأ صفحة 41 تخلي sticker بهذه الصفحة وتكتب عليها Angle أو تكتب L شوف انت ياه اللي تصير عندك عم تفهمها بعدين من ترجع عليها بوقت الامتحان مباشرة تقدر تطلع الـ Properties أو Dimension لهذه المقاطع هذه كلها مثل ما اتفقنا بالمحاضرة الاولى هنا الرقم الاول يعني الذراع والرقم الثاني الذراع الثاني والرقم الاخير يمثل لـ Thickness يعني هذا الذراع عندي 6 وهذا الذراع عندي 4 و Thickness هنا عندي 7 على 8 6 في 4 عمات الاذرق غير متساوية فهنا هنا هسمي En Equal En Equal Lake Angle من يكون عندي L5 في 5 يعني هذا الذراع 5 والذراع اللاخ طولة 5 5 طبعا بالوحدات الـ Inge هنا الاذرق تكون متساوية في 7 على 8 يمثلي هو Thickness نلاحظ هذا كلها Intel Part الاول مجرد انه بس تصنف تروح على بداية الصفحة اللي تخص الشكل وتخلي Sticker هاي مهمة جدا على موض ان شاء الله بالمحاضرات الجاية هنبلش ناخذ Pro Dimation نبدأ نطلع نانا عندي مثلا WT وهكذا نانا نفس المبدأ نفس المبدأ ما عندي اي مشكل هذا WT بدأ صفحة 1 4 خلي Sticker الى وبعدين هنبدأ نتعامل وياه هذا بشكل اسئلة وهاي يحصل عندك المفهوم بعد اكثر واكثر شوف ننزل هذا كله معناته عندي هنا WT نتفرج عن نفس البروسيجر اللي قلنا نتبعه انه نصنفه كل واحدة حسب بدايتها هذا هنا WT شوف بعد WT بعد شوف يطيق هنا يقول لك Continued يعني عندك بعض استمرارية لجداول WT ننزل هنا نباوع شوف بعد نتفرج الامتي هنا هذا الشكل يطيني MT مثلا بدا عندي M6 وربع في 6.2 ايضا هنا 6.4 يمثلي هنا Depth و 6.2 يمثلي الوزن ونفس الخطوات اللي شرحناها سابقا هنا ST شوف هذا الشكل عندي هنا ST هنا المقاطع تكون عندي مثلا مستطيلة او مربعة ومجوفة من الداخل يعني الولد يمكن شايف فيها السقائف هاي هنا نصير قريبة على هاي بس هي مو نفس المواصفات يعني هنا مواصفات هنا تكون standard تكون اقوض تكون عندي يعني واشكال هي تشبه من ناحية الشكل بس من ناحية المقاومة تختلف لان نظنع جسور من نظنع السقائف بس من ناحية الشكل اوكي للمقاطع ماتي او حتباوع هنانا من نقول لك اتش اس ارباطعش فيه عشرة فيه خمسة على ثمانية طلق لي الاي واي ممكن طلق لي الاس واي الار واي الز واي هاي كلها هاي نطلعها ممكن نطلعها من هذا المقطع طلق للأريا طلق للوزن طلق لي هنا الثكنيس ماتي طلق للبي طبعا احنا هاي كلها H على T طبعا هاي كلها مؤشرة وممكن احنا نشوفها بالامثلة شون نستخدمها وتكون عندك الصورة ان شاء الله واضحة شوف هذا كل لازم انت هذا البارت الاول كل تبدي تصنف هذا واجبك هذا واجب مهم جدا عموما هذا البارت الاول يعني تكمل كل المقاطع الموجودة بي نبدأ Dante Part الثاني الحفو البارت الثاني اللي هو انت نشوف ة هذا البارت الثاني ине ليش عندي الصفحة واحد من البارت الثاني نانا ايضا اسم الموضوع البارت الثاني هو اروح الى صفحة الى صفحة من البارت اللي هو صفحة 39 يهمني هذا اللي هو تايبل 23 والتيبل الجوة مباشرة 24 هذا تايبل 23 يحتي على اخلي بالي هذا التايبل شا استفاد من عنده اللي هو استخرج قيمة الافواي والافيو قيمة الافواي والافيو مثلا عندي اي 36 الافواي ما تحيطني قد هو 36 الافيو من 58 الى 80 قلنا دائما نستخدم القيمة الاقلية حا استخدم 58 شوف لو قلت لك بالسؤال مثلا عندي ستين ماتيريال اسمها اي 36 استخرجلي قيمة الافواي وقيمة الافيو مباشرة حتروح على هذا التايبل اللي هو 36 والافيو 58 دائما او اغلب الاسئلة حنستخدمها اللي هو على هذا المقطع فحتى حتشوفها حصير عندك تقليدية تقوم تكتبه بنوم تروح على هذا التايبل مثلا عندي اي 572 جريد 50 اكتبت الكياه فاته وانش تروح تروح على الافواي الافواي ماتي 50 تروح على الافيو تطلع قيمتها اللي هو جهد قيمتها 65 عندي سبيكة او ستيل متيريال اللي اكتبت الكياه بالسؤال اي 847 مباشرة حتروح تطلع قيمة الافواي 50 والافيو 70 قلنا بالحديد وبالسبائك احتاج قيمة الافواي اللي هو يلد ستريس وقيمة الافيو اللي هو تنسى الستريس اللي هو الالتيميت هاي قيمتين انا احتاجها واشرحناها بالمحاضرة الاولى اوكي نتجي هذا التايبل مو بس يطيني الافواي والافيو اقدر استفاد من عندها من يطيني بالسؤال يقولي اي 36 اي 572 اي 242 لا حيطيني وياها مقاطع الستندر اللي هو الW والM والS والHP والChannel والMC والAngle والHello Structural Section اللي هو رمز HSS والبي هاي كل هنا مقاطع يكون عندي هنا مقاطع الستندر اللي احنا اصلا صنفناها بالبارت الاول حتشوف عندي هنا مربعات مربعات ياما تكون سوداء ياما تكون عندي رصاصية المربع الاسود يعني هنا يكون عندي يكون مفضل بالتصميم انا افضله بالتصميم المربع الرصاصي يكون عندي درجة ثانية بتصميم بعد ما اشيك الSpecification عندي المحددات ما لهذا المقطع من يكون عندي المربع ابيض لا هذا ما غير موجود وغير قابل للتطبيق يعني لما اقول لك انا استخري مثلا اصمم لي W Section لأي ستة وثلاثين لأي ستة وثلاثين انت مباشر حسوح طلق قيمة الأفواي وطلق قيمة الأفيو وتقول لي انه مطول W Section ودا استخدم السبيق كأي ستة وثلاثين هنا المربع ما انت الرصاص لازم انا ابدأ هشيك يعني وجوديته باعتماد على انه باعتماد على تجهيك للمحددات لهذا في حين من يكون عندي M لا والأي ستة وثلاثين لا يكون عندي هنا المربع يكون عندي اسود فبالتالي هنا انا افضل بالتصميم من يكون عندي اس افضل ايضا بالتصميم باوع اج بي لا لا اسمه شيك السي والامسي هنا كلها اسود بالأج اس اس اللي كان سواك ركتانجولار او راوند هنا ابيض هنا ما اجي افضل بالتصميم البيب ايضا ما افضل بالتصميم لو استخدم الاي ستة وثلاثين فأني مباشرة اشي سوي اروح على الستيل المطنيا بالسؤال اي خمسمائة وثلاثين قريات خمسين استخرج قيمت مثلا الافواي الافيو اجي المقطع اللي مطلوب من عندي مثلا دابليو سكشن لا لازم شكشن موجود بس انا لازم اشيك الاسبسي فيكيشن مات الاشبي لا هنا انا مفضل بالتصميم هاي ببساطة من يكون عندي بايب لا هنا تكون عندي غير مفضل وغير موجود غير مطابق ما افضل بالتصميم فالغي تايبل اثنين اربعة اثنين اربعة نانا نفس المبدأ ايضا حطيك نانا يطينا النوع السبيكة والاستي ام من خلال نطلع الافواي والافيو بس بها حالة ما يكون عندي بلايت ان بارز يو بلايت ان بارز هنا ما مطيني مقاطع وم لا مطيني بلايت او بار البلايت طبعا خلي ببالي هنا يطيب السؤال او الابعاد المهمة اللي هو البي في الت عرض البلايت وثيكنس البلايت هنا شو مركز لي مركز لي فقط على الثيكنس الثيكنس البلايت باو الثيكنس شنو معناته مطيني من 2.7 7.5 يعني من 0.1 الى 0.75 داخل بهذا العامود هذا العامود هذا شوف امامك من 0.1 خلنفرض هذا القيمة المن الى 0.75 اللي هو داخل من ضمن هذا العامود offer 0.75 فوق ال 3 4 المن 2 يعني ال 3 4 هنا مداخل بهذا العامود يعني 0.8 المن الحد 1.25 1.25 اوكي 1.25 داخل بهذا العامود ايه داخل قيمة 1.25 كثيكنس هو داخل من ضمن هذا العامود offer 1.25 هنا فوق 1.25 2 1.5 يعني 1.5 داخل يعني هنا ملخص الكلام 2.75 يعني هنا داخل قيمة 0.75 ضمن هذا العامود من قلي over يعني هاي القيمة غير داخلة فاروح وين على القيمة العامود السابق يعني مثلا لو قلي 0.75 0.75 وين هروح هروح على هذا العامود ليش لين قيمة 0.75 داخله من يقول 0.8 يعني معناته هنا من ضمن هذا العامود اوكي نجي هنا over مثلا شوف هنا over 4 5 انج مثلا هنا قلي 4 ياه عامود هنا كاتب لي قيمة 4 اوهنانا قيمة 4 اروح على هذا العامود ليش لين كاتب 2 4 انج انكلود يعني هاي الاربعة قيمة الاربعة داخله هنا هذا العامود حيتعمل ما فوق الاربعة يعني 4.1 4.2 4.3 وهكذا لو نجي على مثلا في مقطع الثاني هنا مثلا 6 انج ثكن البي اوكي ونروح ونشوف قيمة الستة هنا بهذا العامود وبهذا العامود بس هنا اش كاتب لي over فوق الستة وهنان اش كاتب لي ستة to ستة انكلود فوين اروح اروح على هذا العامود ما اختار هذا العامود اوكي نجي نكمل المثال اللي احتينا عليه اللي هو عندي ثكن اسماتي 6 انج واي 36 وانج طبعا هنا بي تصنيفين ما يكون عندي سبي كماتي او اس تيم ديزاي نيشن اللي هو 36 والأفيو اخذ القيمة الاقل انباوة عليها نانا مطيني المربع الاسود اللي معناته انه نانا مفضل بالتصميم مفضل بالتصميم اما الرصاص هنا موجود بس اني لازم شو سوي لأ اشيكة والأبيض نفس الحش اللي احتينا فهذا ملخص 23 23 24 هاي حنتعامل بيها ان شاء الله نستخراج الافواي والافيو والافايلوبليتي يعني حسب اللي قدنا عليه انه يكون عندي اسود يعني مفضل بالتصميم الرصاص يكون درجة ثانية بالافضلية بعد ما اشيك الاسباسفكيشن والأبيض يكون عندي هنانا غير مفضل بالتصميم عند التابلات احنا او مجموعة من اليونتز اللي احنا خبناها بالبارت الاول بالمحاضرة الثانية اريدي نشوف هاي موجودة في نهاية المانيول في نهاية المانيول عم تعرف عني مين جبتها مين طلعتها شوف هنا نباوع هذا هنا مطيني الاس اي كونفرزيشن فاكتر نجي نحول عندي من الانج الى المليمتر شونه جاء حوله كل انج اضرب 25.4 حوله بالمليمتر والأريا والفوليوم هاي كله اني عبارة عن لخص الكابس دار راويك مين جبناها مين طلعناها او ممكن انه يجيك سؤال يوز اني مكاتب افتش السوي في نهاية المانيول يعني بالنهاية الجزء الثاني من المانيول اللي هو بارت 17 صفحة 23 بدأ عندي هنان اليونتز شونه جاء حوله من الاس اي الى اليونتز ستايت وهكذا هاي تباو عليهم بطيني ايضا فورميلة مرات البريسنج هاي يعني بشكل تكملة هاي انت متعامل بها مثلا عندك بصف اول بموضوع الميكاني كطيق المساحات مباشرة طيق اليونتز سيركل هنان شونه طلع ال 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 انجل هاي هنان ما يخص ال برايسنج بقني ان شاء الله نجي عليها بتفصيل بس المهم اعرف انه 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 بنهاية البارت الثاني هو اني حصلت على اليونتز اللي احنا موجودة عندي شون عامل عوامل التحويلات بيناتهم واني اشكراك شكرا جزيلا